من خارج التوقعات وفي الجلسة الثامنة من سلسلة جلساته أنهى مجلس الوزراء دراسة مشروع موازنة العام 2022 وأحاله إلى إعادة الصياغة لإدخال التعديلات عليها تمهيداً لعقد جلسة نهائية لإقرار الموازنة الخميس المقبل في القصر الجمهوري ففي أقل من ثلاث ساعات حسم مجلس الوزراء البنود العالقة مفككاً ألغامها ورامياً إلى خارجها كل ما من شأنه أن يفتح العيون عليها سلفة الكهرباء وئدت واتفاق على أن كل قرش سيدفع من الآن وصاعداً على هذا القطاع ليكون إلا ضمن خطة إصلاحية مستدامة وغير ترقائية تعزل سياسة الهدر الدولار الجمهوري أصبحت تسميته استفاء حقوق الدولة من الاستيراد على سعر صيرفة وتقرر وضعه على السلع الكمالية التي لا تطال التبقات الوسطى والفقيرة وأعفيت من الرسم الجمهوري كل السلع الغذائية والأساسية والأدوية باشر المجلس بحثه في موضوع استفاء حقوق الدولة من الاستيراد وقد استمع إلى عرض قدمه فريقاء المالية والجمارك اللذان وضعا بتصرف المجلس جداول تتصل بتغيير رسوم وفقاً لمعدل الصرف ودراسة على أساس أرقام استيرادات العام 2020 عن فرق الحاصلات الجمركية في حال تغيير سعر الصرف مع تعديل الرسوم النوعية بذات النسبة وقد أكد المجلس على أعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أية رسوم وأعباء مهما كان نوعها كما أقر اعتماد سعر صيرفة للدولار المستوفى على البضائع المستوردة على أن تسري هذه الأحكام عند أقرار الموازنة بالنسبة للسلفة الملحوظة في مشروع الموازنة والمتصلة بقطاع الكهرباء لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان وبناء على اقتراح وزير الطاقة تقرر أن هذه السلفة معلقة موافقة عليها لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع التي أعدها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريبة كل شيء المواد غير منتجة في لبنان رح تكون معفاة من الجمارك وكل شيء منتج لبناني هيدا المواد الأولية تابعه بتفوت مع ليا جمارك أنا عم أكون واضح وصريح وما حدا يجرب يستغل أما يستغل المستهلك أما غير قصص نحن بلورنا خطة ابتدت بخطة قصيرة الأمد واستكملناها لحتى صارت خطة طويلة الأمد وهلأ عم نوضع عليها اللمسات الأخيرة تكون هي خطة جاهزة عرضنا بنودة العامة خلال جلسة مجلس وزراء كان عليها صدى إيجابي وحدد مجلس الوزراء المنحة الاجتماعية للقطاع العام وفق ما يليه قرر أعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحددت براتب شهر على ألا تقل عن مليونين ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهرية وسيعقد مجلس الوزراء الاجتماعي المقبل لإقرار الموازنة في القصة الجمهوري الأسبوع المقبل ريثما يجهز المشروع بعد إدخال التعديلات التي أقرت عليها قرر مجلس الوزراء أن العسكريين بالخدمة الفعلية بياخدوا راتب أساسي عن كل شهر على أن لا تقل هذه المساهمة الاجتماعية عن مليونين ليرة لكل فرد أفراد الأسلاك العسكرية وبالنسبة للمتقاعدين كمان هو راتب أساسي بالشهر على أن لا يقل عن مليون ليرة وبما خاصة الاتصالات اكتفى مجلس الوزراء بأخذ علم حول الرؤية التي أعدها وزير الاتصالات جوني القرم ولم يأخذ أي قرار بشأن زيادة التعرفة باعتبار أن هذا الأمر هو خارج سياق مشروع الموازنة ودرس مجلس الوزراء موازنات الوزرات فقشفها أكثر مما هي تقشفية واستند إلى أرقام زيادة الإيرادات لتغطية مصاريفها إذن عبرت الموازنة إلى بعبد بأقل الخسائر ويتوقع أن تعبر إلى لجنة المال والموازنة بالطريقة نفسها ومن دون تعديلات جوهرية